صحافة النهاردة الخميس 30 مايو 2019 بيسعدني وبشرفني جدا يكون معنا النهاردة للتحليل الصحفي وللجولة الصحفية النهاردة معرفة الدنيا فيها ايه وقراءة ما بين السطور أستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر صباح خير أستاذ محمد كل سنة وحددك طيب خليني أبدأ مع هيك الجولة الصحفية من جريدة الأهرام الخبر الأول معنا النهاردة بيقول وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروات السماكية لتنمية الاقتصاد القومي محتاجين نعرف أكتر من حضرتك عن مشروع قانون إصدار جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السماكية ويتقال في الخبر إنه ده بيتم مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات اللي أبداها عدد من الوزراء فمحتاجين نعرف تفاصيل أكتر كمان عن كل تلك الملاحظات شوف هو أولا إحنا مصر في الأساس بتمتلك خمس بحيرات كبرى وخمس بحيرات دول إحنا الفترة طويلة جدا إحنا عندنا أزمة في السراء السماكية فكان لازم يتم تطوير هذه البحيرات مع التداخل اللي بيحصل دايما واللي إحنا بنشوفه دايما في بعض المشروعات سواء كان إن إحنا بنلاقي مثلا البحيرات كان سبب من أسباب عدم تطويرها في فترة من الفترات إن إحنا كان في بعض البحيرات فيها بيتم الصرف الصحي فيها وفي بعض بحيرات أخرى يتم إهمالها نتيجة تعدد السلطات الموجودة عليها سواء كانت من وزارة الموارد المائية أو المحافظات التي تابع عليها هذه البحيرات أو كمان شرطة المسطحات كل هذا التعدد كان يعمل مشكلة فكان يزود الفرصة للخارجين على القانون أنهم يعتدوا على مثل هذه البحيرات لذلك كانت الدولة المصرية هدفها الأساسي منذ بداية رؤيتها لتطوير هذه البحيرات أنه يجب أن تكون هناك جهة ولاية محددة علشان نقدر أن نطور هذه البحيرات بالشكل الذي يليق بها وفي نفس الوقت أن نستفيد بها أقصى استفادة في الحقيقة أننا كانت لدينا بحيرة واحدة من البحيرات الموجودين في مصر هي دي اللي كان إلى حد ما حالتها جيدة شوية لأنها كانت بحيرة البردويل وتم تطويرها ودلوقتي تعتمر من أفضل بحيرات على مستوى العالم دلوقتي نعمل تطوير البحيرة المنزلة وفي نفس الوقت فيه تطوير بحيرة البرولوس فوئدكو كمان دخلت فيه المنظومة منظومة تطوير وفيه تطوير لبحيرة قارون كان لابد من وجود إطار قانوني يحدد اختصاصات الجهات الولاية على البحيرات وفي نفس الوقت يبقى فيه نقاط محددة للتحرك في تطوير البحيرات الخاصة بتنمية سرورة السماكية فيها وتطهيرها والوصول بها لأقصى درجة من الاستفادة فكان لابد من إصدار هذا القانون لشان ينظم جهات الولاية على البحيرات الموجودة في مصر واستغلالها بالشكل اللي نقدر إحنا أو يضيف للدخل القومي إضافة حقيقية خصوصا أننا زي ما حضرك تعرفي أننا ما زلنا حتى الآن لم يحدث عندنا اكتفاء ذاتي من الثروة السماكية رغم أننا بنمتلك هذا العدد من البحيرات وفي نفس الوقت عندنا هذا الكم من السواحل والشواطئ اللي موجودة فيها طيب في سؤال هنا أستاذ محمد بيطرح نفسه ومهم جدا أننا نعرف إجابته دلوقتي من حضرتك هل إحنا عندنا زي ما تقول عندنا ثروة قومية كبيرة جدا ألا وهي الثروة السماكية وحتى الآن إحنا مش قادرين نستغل الثروة القومية دي بالشكل المناسب بالرغم من أننا عندنا إمكانيات تخلينا نعرف نستفاد من ده القانون هو اللي هيضمن الاستفادة الكاملة من الثروة السماكية والتطوير الخاص بالبحيرات هو اللي من شأنه الاستفادة أو الأهمية بتاعته أنه لنستفيد من الثروة السماكية هم الاتنين بالتوازي لازم يبقى فيه قانون يعمل ضبط لما يتم من تطوير لأنه أنت النهاردة ممكن تعملي تطوير وإزالة تعديات مثلا على بحيرة زي بحيرة المنزلة مثلا على سبيل المثال ودي من أكبر البحيرات اللي موجودة في مصر التطوير اللي بيحصل دلوقتي في بحيرة المنزلة تطوير غير مسبوخ بس أنت عملت إزالات لتعديات كبيرة جدا لو ما فيش إجراء وإطار قانوني للحفاظ على ما تم من تطوير أتجد تعديات أخرى من قبل المواطنين فدي برضو مشكلة من ضمن المشكلات اللي بتواجه دايما المتحركين في هذا الملف ولذلك كان لابد من وجود قانون يضع إطار ويحافظ على ما تم وفي نفس الوقت بالتوازي عمليات تطوير شاملة لمثل هذه البحيرات أعتقد زيادة عملية فتح عدد من البواغيز النشاط اللي بتقوم بيه شرطة المسطحات المائية للمخالفين سواء كان بالصد الجائر أو بعمليات القضاء على الزريعة أو غيرها الحاجات دي كلها من الحاجات المؤسرة على هذا الكيان اللي بيعتبر من أحد مدخلات الدخل القومي وزي ما حضرتك قلت أنه ده مهم جدا أنه نطوره علشان ده يعتبر جزء من غذاء الإنسان ولازم نحافظ عليه ونزوده خصوصا أنه لدينا هذه الممتلكات هذه الثروات فنحافظ على هذه الثروة بإطار قانوني يفعل وفي نفس الوقت ينظم العمل ويفعل وفي نفس الوقت بيتم عملية التطوير أعتقد أن عملية التطوير الموجودة حاليا في التلات بحيرات اللي موجودين ممكن نقول أننا في خلال السنوات اللي جاية هيبقى عندنا كتفاء ذاتي بالعكس وهنصدر كمان من السروة السمكية اللي موجودة فيها مع زيادة الحجم للمسطح المائي سواء لبحيرة المنزلة أو لبحيرة البرولوس والنهاردة كمان عندنا بحيرة التمساح بعد ما احنا عملنا تطوير لمصرف المحسمة وكان بينزل في بحيرة التمساح حوالي مليون متر مكعب مياه صرف زراعي وصرف صحي في اليوم النهاردة ده كله اترفع وبدأت عمل لمعالجة والنهاردة تم تطهير بحيرة التمساح بالكامل وفي مشروع تاني كمان لاستكمال هذا المشروع لزيادة الزريعة في المنطقة وده برضو هيزود الانتاج اعتقد ده كله عشان برضو الناس ممكن تسمع مننا الكلام ده فتقول طب ما احنا الاسعار موجودة في السوق مش ما انخفضتش بالنسبة للأسماك ايه السبب احنا بنتكلم عن مشروعات السروة السمكية ما فيش اسعار بتنخفض لان برضو مشروعات السروة السمكية دي مشروعات بتحتاج لمدة طويلة لان انت بتنزل زريعة والزريعة دي بتقعد مدة حد لما توصل للأحجام اللي انت محتاج ان انت تبدأ تامن فيها موسم الحصاد اعتقد اول ناتج هيبه لسه بياخد شوية ده بالتأكيد وده اللي هنشوف اثره في خلال الفترة اللي جاي سواء كان من البحيرات او من منطقة السزراع السمكي في بركة غليون اروح مع حضرتك في جولتنا لخابر من جريدة اليوم استابع الخبر بيقول الجيش الليبي مخابرات اجنبية تدعم الارهابيين في ليبيا وتسهل تنقلاتهم بالمنطقة الحقيقة انه في بعض التصريحات اللي قالت انه بيحصل يعني ارتباط ما بين الارهابيين الموجودين في ليبيا والارهابيين الموجودين في مصر طبعا ده خطر كبير جدا مش بس على دولة بعينها مش بس على مصر مش بس على ليبيا ولكن هم يعني راحوا اكتر من مكان راحوا سوريا وراحوا العراق العمليات الارهابية اللي تم الكشف عنها حتى اللحظة دي شملت عدد كبير جدا من الدول العمل الخاص بالجيش والشرطة في الخضاء على الارهاب ما ينفعش نخفله وما ينفعش نقول انه او ما ينفعش ما نقولش وما ندعمش وما نسانتش وما نفضلش طول الوقت نقول انهم عايمين بعملهم بالضبط على الشكل صحيح لكن ازاي في وسط كل الارتباطات اللي بتحصل في ارهابيين موجودين في دول العلم هيتم القضاء على الارهاب من وجه النظر حضرتها شوفي اولا القضاء على الارهاب بيرتبط بجزء مهم جدا وهو جزء المعلومات ليه جزء المعلومات لأنه زي ما حضرك ذكرت كده انه اللي بيحرك هذه العناصر هي اجهزة معلومات اجهزة مخابرات وبيحركها وفق اطار هو محدده هو هيتحرك على انهي مسرح عمليات ويبدأ العناصر دي تدعمه فيها وهو ده اللي حاصل هي ليبيا دلوقتي بتعتبر منطقة تجميع وده الخطر اللي بيهدد مش منطقة شمال افريقيا فقط نما بيهدد العالم كله ولذلك كان من الواجب على العالم كله انه هو يعني يساند الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الارهاب لسبب لان هذه العناصر لن تهدد المنطقة الموجودة فيها فقط انما ستكون خطر على العالم كله دي جزء الجزء التاني الخاص بما صرح به المتحدث الرسمي العقيد احمد بسماري اعتقد انه يعني مش كشف جديد بالناسبة لنا لا بالعكس احنا متأكدين كويس جدا انه فيه عناصر بتحركها اجهزة مخابرات دولية وانه فيه عملية دلوقتي عملية شحن ونقل من سوريا الى ليبيا سواء كان عن طريق تركيا او عن طريق بعض الدول الاخرى لهذه العناصر خصوصا بعد التضييق اللي حصل على التنظيمات الارهابية في سوريا ودي خطوة من الخطوات اللي هم بيتحركوا من خلالها ولكن عايز اقول لحضرتك حاجة انه في ظل هذه المنطقة الملتهبة اعتقد ان الدولة المصرية ادرت تحقق نجاح كبير جدا في ملف مكافحة الارهاب القضاء على الارهاب بشكل كامل اعتقد ده امر صعب جدا ولكن الحد من الارهاب بتحدي من الارهاب بتمنعي وصول هذه العناصر الى الاراضيك بشكل كبير جدا ده بيحتاج الى تعاون شامل يعني تعاون دولي تعاون ما بين مين ومين بين الدول ليه لان توفر المعلومات هو اللي بيحدد انت هتقداري تقاومي هذه العناصر ولا لا لانه النهار ده العنصر الاساسي في المعركة ضد الارهاب المعلومة طالما توفرت معلومة عن تحرك العنصر فبتقداري تقضي عليه إذا لم تتوفر معلومة عن تحرك العنصر فبيبقى القضاء عليه فيه يعني بياخد أمد أطول شوية فدي برضو من النقاط المهمة جدا اللي الناس لازم تبقى واخد بالها منها أنه المعلومات مهمة جدا أقوى من السلاح كمان لأنه توفر المعلومة بيخليني أن أنا أعمل عملية قضاء على العنصر قبل ما يقوم بتنفيذ المهمة اللي هو أصلا مخطط أنه هو يتحرك لها إنما طالما ما فيش معلومة متوفرة فبتضطر الأجهزة تحاول قدر المستطاع أن هي تحصل على معلومات وفي نفس الوقت بتعمل الدفاعات اللي هي موجودة علشان تمنع مثل حدوث هذه العمليات ولذلك حتى احنا بنشوف أن في أقوى الدول أمنيا لا تستطيع مواجهة الإرهاب بشكل كامل أو تقول أن هي ما فيش أي عمليات إرهابية ممكن تقع على أراضيها ولكن النهار ده احنا بنشوف أنه المنطقة اللي هي الدولة الليبية منطقة تجميع مهم جدا أن العالم ياخد باله أنه بدعم الجيش الليبي والقضاء على هذه العناصر الإرهابية الجزء اللي تم نقله أو منع محاولات وصول عناصر الإرهابية جديدة إلى ليبيا أعتقد ده واجب على الدول المنطقة بالكامل ودول العالم والمفروض أنه النهار ده الأمم المتحدة هدفها الأساسي هو حماية السلم والأمن الدولي أعتقد دمد من جزء من ميثاق الأمم المتحدة واجب على الأمم المتحدة إصدار قرار بضرورة تسليح جيش الليبي إحنا حد النهار ده بنتكلم على أن جيش ممنوع تسليحه يعني ده مشكلة كبيرة جدا جيش بيدير حرب ضد هذه العناصر الإرهابية المدعومة من دول كتير جدا زي تركيا وزي إيران وزي قطر يعني فيه دول بتدعمه بشكل حقيقي بالسلاح وبالمعلومات والخدمات اللوجستية والتدريب أعتقد أنه من الواجب بقى في الجانب الآخر أنه الجيش اللي بيحارب هذه العناصر أنه يلقى دعم دولي حد النهار ده ما فيش دعم دولي إلا دعم بعد الدول العربية وأكيد مصر وقفها إلى جانب الجيش الليبي هدف الأساسي فيه الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية ومنع وصول الإرهابيين إلى التواغل داخل ليبيا بالشكل الذي يريدون أن يتحركوا فيه طيب إحنا في نفس السياق تقريبا أو في نفس الملف الخاص بالإرهاب والوضع في ليبيا هنروح للخبر اللي بعد كده معنا من جريدة المصر اليوم الخبر بيقول وزيرة خارجية مصر وتونس يؤكدان ضرورة استعادة الأمن في ليبيا الحقيقة أنه اللقاء اللي تم ما بين وزيرة خارجية مصر وتونس كان فيه بعض النقاط أو بعض الملفات اللي فتحت أثناء هذا اللقاء وكان من أهمها أنه زي ما قال كده الخبر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا طبعا عن بحث القضايا الإقليمية دات الاهتمام المشترك لكن الحقيقة أنه من أكثر القضايا هي الوضع في ليبيا وكيفية أيضا القضاء على الإرهاب أو على الأقل الحد من هذا الإرهاب لكن السؤال بقى حدثتك ومن خلال اللي تقال داخل هذا الخبر هل عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا يعني سبب أو لي يد كبيرة في تفشي الإرهاب ووجود الإرهاب أم هناك أسباب أخرى أولا اللقاء ده تم على هامش نقاط القمة الطرقة القمة العربية الطرقة اللي تعقد فيه المملكة الاسلامية أيوة وكمان النهار كان ضمن القمة العربية الطرقة واللي هتوعقد فيه النهار ده في المملكة العربية السوداء أعظم كان من ضمن لقاءات الوزراء الخارجية وبند أساسي في هذه القمة هو الوضع في ليبيا والوضع في السودان الوضع في ليبيا لأن تطور الوضع في ليبيا نقل المسلحين ده مشكلة كبيرة جدا هو ده سبب من أسباب طرابلس النهاردة المعركة الموجودة في طرابلس حتى الآن لم تنتهي وفيه جزء كبير جدا منها اللي هو المنطقة الساحلية لم يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي ولذلك دي كانت بتعتبر مدخل لدخول العناصر الإرهابية من خلالها واللي الدول اللي بتدعمهم بتنقلهم من خلال هذا الطريق بتدخل من اتجاه البحر أعتقد أنه كمان اللقاء استهدف في الأساس ضرورة البحث عن وضع حد لما يحدث في ليبيا من محاولات بعض الدول العربية أو دولة من الدول العربية اللي هي قطر لاستمرار في دعم العناصر التكفيرية وأعتقد أنه ده من النقاط المهمة أيضا يعني النهاردة إحنا بنتكلم في قمة عربية في دولة من الدول العربية اللي هي عضو في جامعة الدول العربية ما زالت مصرة على دعم العناصر الإرهابية وتقديم السلاح ليهم ونقلهم كمان وبتقديم الخبرات العسكرية وتدريبهم في معسكرات تابع عليها ما زالت مصرة على إحداث قلاقل داخل المنطقة العربية بالكامل وليبيا جزء منها أعتقد أنه ضروري جدا إذا كان الجامعة العربية اتخذت قرار في فترة من الفترات بتجميد عضوية سوريا لما يحدث في سوريا لما كان يحدث في سوريا وظل مقعد سوريا شاغرا منذ 2011 وحتى اللحظة الحالية من الواجب على الدولة العربية أن تتخذ موقف ضد قطر حتى يكون هناك ردع عربي لأن ما يحدث هو قطر بتحضر الابتماعات العربية القمم العربية بالكامل من 2011 وحتى اللحظة الحالية وقطر تحضر كافة القمم العربية ولم يتخذ موقف حقيقي ضد الدولة القطرية حزز حتى موقف المقاطعة من الدول الأربعة لقطر لم يؤثر لأن بقية الدولة العربية ما زالت على علاقة بقطر أعتقد من الواجب أن يكون هناك ردع حقيقي للدولة القطرية خصوصا مع تأكد الجميع أن قطر هي من يدعم هذه العناصر الإرهابية ويقوم بعملية النقل لها أمين هنروح لخبر خاص بالتعليم من جريدة الأهرام الخبر بيقول التعليم تنفي تعديل نظام الدراسة في العام المقبل الارتياح بين طلاب ولا تنوي لاختبار التاريخ واستقرار السيستم الحقيقة أنه الخبر أنه الطلاب امتحنوا مادة التاريخ وأنه الطلاب ساعتها قالوا أنه الامتحان في مجمله في مستوى المتوسط لكن الفكرة أنه في بعض الطلبة امتحنوا عن طريق التابلت أو بالسيستم الامتحان الجديد وهناك آخرين امتحنوا امتحان ورقي أنا عايزين نتكلم على ملف التعليم في مصر حتى اللحظة دي لأنه هناك موافقات على نظام الجديد وفيه اعتراضات طبعاً زي ما هيك عارف طيب خلينا بس في ملف التعليم ده أنا أشكرك بس عايزين ندي فرصة بس للمشاهد شوية يعني يخب باله من نقطة مهمة جدا النهاردة لتطوير التعليم خلينا نتفق على نقاط سبتة إحنا كنا قبل كده بنتكلم على أن التعليم في مصر وصل إلى مرتبة أنه هو خارج التصنيف تماماً صح؟ يتفقنا على الجزء ده طيب نيجي للجزء التاني إحنا مصرين أن نفضل خارج التصنيف ولا عايزين نتحرك للأفضل عايزين نتحرك للأفضل فبقى عندنا مشروع قومي على فكرة اللي بيحصل في التعليم ده مشروع قومي البعض بيعتقد أنه مشروع وزير هو مش مشروع وزير ده مشروع قومي مشروع القومي ده أنا ابني في أول سالمي على فكرة عشان برضو إيه البعض ممكن يظن أنا اللي هي ابن في قولة سارة ومش متضرر عندنا بعض الملاحظات ده طبيعي وامتحن بقى نهي سيستم وامتحن على السيستم مفيش غير يوم واحد بس اللي امتحن بر السيستم اللي هو امتحن ورقي بالبوكلت اللي هو أول يوم تعلقه العربية بقية الأيام امتحن على السيستم وهو في مدرسة حكومة مش في مدرسة خاصة ولا في مدرسة انترناشنال ولا الكلام ده يعني معنى كده ان احنا بدأنا نخطو خطوات كويسة جدا عملنا حاجة يعني بدأنا نضع يعني حجر علشان نبدأ فيه البناء يعني دي حاجة يعني ليه احنا مصرين ان البناء يجب ان يتم كله في توقيت واحد فنادي فرصة ونوقف الى حد كبير كمل اعتراضات وعدم الموافقات الملهاش مبرر حتى اللحظة انا ممكن اسأل حضرتك سؤال احنا قبل كده قبل التجربة دي كان كل سنة الناس بتشتكي من السنوية العامة صح طبعا وتسريب الامتحانات غير تسريب الامتحانات كان كل سنة فيه بعض الطلبة بيخرج ويقولوا الامتحان صعب جدا وفيه طلبة تانيين بيجيبوا درجة نهائية في الامتحان صح يعني اذا الامتحان لا يجب ان يحصل على اجماع كامل من الطلاب انه الامتحان كان رائع وسهل وجميل ده طبيعي جدا لتفاوت المستويات بين الطلبة اذا ليه احنا مصرين ان احنا عشان نعمل تجربة فلازم كل الطلبة يخرجوا في قمة السعادة لا والفكرة انه كمان لما بنسمع عن نظام جديد في التعليم برا مصر كلنا بننبهر من النظام اللي برا مصر ونبصناش النظام اللي كان برا مصر ده لما بدأ بالضبط قعد كام سنة بالضبط او بعيدا عن السيستم بالبوكلة يوم اللغة العربية اللي هو اول يوم تقلص بشكل كبير جدا في باقية الامتحانات وستلاقي اكتر من 90% من طلاب المدارس على مستوى الجمهورية في باقية الامتحانات امتحنوا عن طريق السيستم يعني معنى كده ان احنا خدنا بالنا ان التجربة ورتنا احنا بنعمل ايه ده بالاضافة لجزء مهم جدا ليه احنا بناخد جزء من التصريحات بتاعة الوزير والجزء التاني ما بناخدش بالنا منها الوزير نفسه قال ان احنا جماعة دي سنة تجريبية برا المجموع عايزين نشوف الاول ولادنا هشتغلوا ازاي هيعملوا ايه وحطينا تلت بدايل اذا الولد دخل لجنة الامتحان السيستم جوه المدرسة مشغال هيشتغل على الشبكة الخاصة به اللي هو الكارت او شبكة الانترنت الخاصة به عن طريق الاتصال بتاعه طب ما اشتغلش هو كمان هيشتغل هيمتحن عن طريق الامتحان الورقي اللي هو البوكلت طيب اذا عندنا تلت بدايل للتجربة كله متاح اه طبعا ليه مصررين ان احنا نحصر التجربة في ان احنا طالما السيستم فشل يبقى التجربة كلها فشلت ليه احنا مشوخدين بالنا ان التجربة دي فيه جزء منها نجح نجاح كويس جدا اللي هو في سنة اولى حضانة كيجي وان وكيجي تو وقولى ابتدائي وشفنا نماذج جميلة جدا احنا نفسنا بنتكلم عليها ندي بس فرصة شوية للتغيير ونقول دي استعادة استعادة للتعليم والتربية احنا كانت الوزارة الاول بتسمى وزارة التربية والتعليم صح في مفاهيم وقيم خلقية مجتمعية احنا نفسنا فقدناها نتيجة تردي الوضع التعليمي صح طيب احنا النهاردة بدأنا نأسس من الاساس الولاد الصغيرين بالتوازي معهم كان لازم نحل جزء من مشكلة الولاد الكبار وإلا لو احنا انتظرنا تسع سنين لحد لما الولاد اللي في سنة أولى يصلوا أولى سنوي طب هل حضرتك متخيلة ان المنتج او المخرج بتاع التسع سنين ده هيضاف لسوق العمل بهذه التشوهات التعليمية هيبقى عبقى عليه ولا مش هيبقى عبقى عليه هيبقى على سوق العمل طبيعي جدا انك تجدي حل حل جزري للبداية للولاد اللي لسه أطفال صغيرين وتعملي حل أو حل شبه يعني اصلاح للوضع اللي هو بالنسبة للولاد اللي موجودين في أولى سنوة عشان كده ما بدأناش من تلتة سنوة بدأنا من أولى سنوة علشان ناخد مرحلة تعليمية كاملة اعتقد ان دي مهم جدا ان احنا نساند التجربة ننتظر عليها احنا لسه أول سنة السنة دي بنعمل المنظومة واعتقد ان ده من الأمور المهمة جدا طيب يعني في دقائق قليلة جدا جدا هناخد الخبر الأخير من جريدة اليوم السابع الخبر بيقول 100 مليون صحة تحذر من تناول الأطفال الشوكولاتة تصيب السمنة حضرت مبادرة 100 مليون صحة من إسراف الأطفال في تناول الشوكولاتة وقالت انها من مسببات السعادة لكنها لها مخاطر صحية كبيرة وتصيب بالسمنة والسمنة المفرطة وأنها تؤثر سلبا على النمو الطفل ويجب عدم الإسراف في تناولها تماما حرصا على صحة الأطفال ويجب استبدال الشوكولاتة بالفواكه مثل الفراولة لكونها تفيد الأطفال وتمدهم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للجسم مثل الحديد والكالسيوم ملف الصحة أيضا محتاجين حاجة تعلق عليه يعني ملف الصحة أعتقد أننا في الفترة الفاتتة خصوصا مبادرة بتاعت 100 مليون صحة قدرت أنها تعمل لنا خريطة صحية للمواطن المصري بدأنا نعرف إحنا حجم الإصابة ببعض الأمراض غير السرية قد إيه عندنا إحنا محتاجين أدوية وعلاجات قد إيه في الفترة الفاتت مبادرة 100 مليون صحة هتخلينا نتكلم على أنه إحنا بنسعى لأنه يبقى فيه جيل من الأصحاء في الفترة اللي جاية ولذلك حتى المبادرة بدأت يعني تاخد منحة إضافي اللي هو بدأنا إضافة لهذه المبادرة لهذه المبادرة مبادرة مقاومة مكافحة التقزم عند الأطفال صحيح صح في أطفال المدارس أعتقد ده كمان من اللي بيقولنا أن إحنا هل إحنا عايزين فعلا نبني الإنسان المصري آه بدليل أن إحنا بنعمل خريطة علشان نشوف هو واصل لحد فين تمام هو صحيا واصل لحد فين طب إيه الأمراض اللي إحنا ممكن نعمل لها وقاية طب إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعالجها فيبقى عندنا بعد عشر سنين عندنا أبناء صحاء قادرين على العمل لأنه بدون الصحة قوة العمل بتضعف أعتقد ده أمر مهم جدا أستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجالة أكتوبر بشكرك شكرا جزيلا لوجودك شكرا لله حضرتين مشاهدين ناسة نكملها معاكم فقراتنا هنخرج لفاصل ونكمل باقي صباح النور النهاردة حلقة الخميس ترجمة نانسي قنقر